سؤال وانا انا دايما السؤال ده سألته لك قبل كده في اللقاء صاحبك وبس هسأله لك تاني فضل أسرة التحكيم في مصر كويس انا عمري ما شفت أسرة للتحكيم في مصر بمعنى اي رئيس لجنة حكام كان موجود هو بيهاجم وينتقد اللي قابله او اللي بعده اي عضو في لجنة الحكام بيهاجم وينتقد حكم في الملعب حتى في الكواليس يقولك لا موارس للحكم المساها هو اللي كان عنده مشكلة والحكم الفره ولا مش عارف عامل ايه بحس دايما ولو هي أسرة فهي أسرة مشوهة جدا فيها كثير من المشكلة انا هتحفظ بس على لقب مشوهة اه يعني ممكن نقول اي لفظة تاني غير مشوهة دي احنا الحمد لله مش مشوهين لا عفوا التشويه اقصد انه في تشويه منكم لبعضيكم يعني اقصد ايه طيب هارد عليك في الاخر اه هكمل لك انه كابتن توفيه دلوقتي مسؤول فيها للحكام فيشوه شغله شوه شغله لو انت عايز اللفظ تغيق يعني يشوه شغله اللي قاعد بره كابتن توفيه قاعد بره انا اتكلمك بصراحة واحد صحيح احنا نفتفض كابتن توفيه قاعد بره فاللي بيشتغل ده عنده مشاكل واحد فشوه شغله برده هو بالنسبة لي يعني بالنسبة لي انا مش تشويه اه انا النهاردة كنت مسؤول تمام لما كنت مسؤول يا كابتن كريم انا ما طلعتش ولا لقاء تلفزيوني تمام المنتخب القوم او حكم حكم من حكامنا المحترمين حكم نهاء الصوبر كمحمود البن صحيح واتكلمت مع حضرتك وكلنا كنا فرحين ساعتها بالكابتن من محمود البن وعملت شغله كويس طبيعي ان احنا نشيد بالحكم دي المكالمة الوحيدة او المداخلة الوحيدة اللي انا عملتها لكن انا كنت مسؤول في لجنة الحكام ما عملتش ولا مداخلة ولا ردت على حد مفهوم خرجت برا لجنة الحكام بقيت راجل ده شغلي ان انا حلل حالات تحكمية ما شوهتش في حد انا عندي حالة تحكمية تستوجب دي ركل الجزاء دي تسلل ده كان اللعب يستحق الطرد لكن حتلي مرة حاجة انا اتكلمت فيها ودخلت في امور شخصية لشخص عارف انا بحب اللقاء معك لي دايما اشان انت من اكتر الناس اللي شفتهم بقى في قصة التحكم دي عنده صراحة ووضوح كلهم ناس محترمة بس انت اكثرهم صراحة ووضوح وانا هنا الشكلام يبقى واضح لا اتحدث عن تحليل التحكم تحليل التحكم ده والزي التحليل الفني بتاع المباريه تقول لي عبدا كويس اقول لي عبدا ما عداش انا بتكلم على المنظومة نفسها كل الناس اللي بتيجي تقول لك اللي قبلك ما كانش كويس اللي جي بعدي ما كانش كويس انا بس اللي كويس انا بس اللي كنت بديل كويس وانت شايف ده وانا بشتغل انا كان عندي اخطاء ده الطبيعي أننا يكون عندي أخطاء ونحن مش ملايكة ولا نحن في المدينة الفاضلة كلنا عندنا أخطاء لكن الأخطاء بتتفاوت يا كريم أنا النهاردة بشوف إحنا عشان نخش في الموضوع على طول كان موجود كابتن محمد حسام رحمة الله عليه أفضل من تولى رئاسة لجنة الحكام على مدار التاريخ في المصر كان الكابتن محمد حسام رحمة الله عليه طولى بعد كده على فترات كابتن حسين فهمي رحمة الله عليه كابتن جمال غندور كابتن أسام عبد الفتاح ومؤخرا طبعا كان موجود الكابتن وجيه اشتغل في توقيت كان صعب جدا 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 وعمل شغل محترم جدا جدا هو الدكتور عزب حجاجي دي حقيقة ولازم تقال وفي كلاتن بيرج وبعد كده بالضبط لكلاتن بيرج أنا اشتغلت معاه من بعد حوالي تقريبا ثلاث شهور يعني بعد ثلاث شهور أنا دخل لجنة الحكام برضو أقول لحدك بصراحة أنا كنت داخل لجنة الحكام كان مديرا لجنة الحكام مش مسؤول عن التعينات بس حصل أني قالوا لي طب هنمسك نشتغل مع مارك نساعد مارك في موضوع التعينات لفترة مؤقتة وبعد كده ننقل على إدارة التحكيم برضو باختصار شديد جدا عشان ناس تبا فاهم عامل لجنة الحكام أنا كراجل مسؤول التعينات أنا مش مسؤول التعينات رقم واحد الرئيس لجنة الحكام هو رقم واحد صحيح بيطلب منك التابل تعمل تابل محترم فأنت بتعرض بتعرض عليه صحيح الراجل كان بيغير مثلا يشيل ده يحطه ده يشيل خمسة يشيلهم كلهم فإنه هو رئيس لجنة الحكام له كل احترامه بس أنت كنت دائما يلقى اللوم عليك أنا قيلك وتنال كثير من الانتقادات والهجوم من كثير من الأندية كويس لسبب بسيط جدا هو أنا بيقول لك ما هو أنت نهارده اللي يشتغل في العمل العام ما لازم يحصل كده هو النهارده مارك كمان يعني كل احترامه والتقدير لي على فكرة أقولك على حاجة مهمة جدا بقول كلام لي وكلام علي مارك من الناس اللي عندها شخصية لو كان فاضي للتحكم المصري فقط ما يبقاش مشتت ما بين اليونان وما بين مصر أنا أعتقد أن أداء مارك كان هيبقى مختلف وكان ممكن يكون موجود لحد الوقت